الأهلي يستعد لخوض مباراة السوبر زي ما قلت لحضراتكم وإن دي الأهلي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة بينما يخوض الفريق المغرب المباراة باعتباره بطل كأس الكنفدرالية في نسختها الأخيرة الأهلي بيبحث عن تحقيق لقب السوبر للمرة التامنة في تاريخه والتانية على التوالي بعدما حققه سبع مرات من قبل في نسخ 2002-2006-2007-2009-2013-2014-2021 حقق النادي الأهلي لقب السوبر لأول مرة عام 2002 بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 4-1 وعلى الجيش الملكي المغربي 2006-2002 ركلات جزاء ثم على النجم الساحلي في 2007 ركلات جزاء أيضا بنتيجة 5-4 ثم صفاقس التونسي بنتيجة 2-1 عام 2009 وفاز أيضا على ليوباردز الكنغولي بنتيجة 2-1 عام 2013 ثم يعود النادي الأهلي ليفوز على الصفاقس التونسي بنتيجة 3-2 في 2014 وعلى نهضة بركان المغربي بهدف مقابل أشيء في عام 2020 ستة أندية خسرت أمام النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي الجيش الملكي نهضة بركان من المغرب الصفاقسي ونجم الساحلي من تونس وليوبارد الكنغولي وكايزر تشيفز من جنوب إفريقيا وفي كل هذه المباريات كان الأهلي بطلا لدور الأبطال